تلت سنوي هانت خلاص انا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلت سنوي تلت سنوي اهلا بكم عزائي طلبة وطالبات السنوية العامة في حلقة جديدة من حلقات مادة الفلسفة للصف الثالث السنوي على قناة مدرستنا ثلاثة تحت اشراف وزارة التربية والتعليم هنتناول في حلقة اليوم تكمل لباقي اجزاء موضوع الاول في الفلسفة الفلسفة وقضايا البيئة كنا اخذنا اجزاء في الحلقات السابقة وهنا استكمل النهاردة باقي الاجزاء يلا مع بعض نبدأ الحلقة بتاعتي كنا اخذنا قبل كده عزائي الطلبة الفكر البيئي عند الشرق القديم او في الشرق القديم كنا اخذنا الحضارات المصرية القديمة والحضارة الصينية القديمة نهاردة هنستكمل وناخد الفكر البيئي عند العلماء العرب وبعض نمازج من الفلسفة في الفكر البيئي عند العلماء المعصرون ايه المطلوب من حضرتك النهاردة تحصلوا بعد ما تسمع الدرس او بعد ما نشوف الحلقة ان الطالب يتعرف زي ما شايفين على الشاشة ان الطالب يتعرف على اثر البيئة على الصحة والمرض عند ابن ردوان ويستخلص تأثير الاقاليم المناخية على طبائع البشر عند ابن خلدون ويدلل بالامثلة الحياتية طبعا من عندك على الفكر البيئي عند المفكرين العرب ويحل الاراء رأي كل من بيتر سينجر وتوم ريجان في الدفاع عن حقوق الحيوان ودي اراء الفلسفة المعصرين وبيستنتج فكرة اخلاق الارض اللي اعتمد عليها المفكر ليو بولد هنبدأ النهاردة في البداية بتاعتنا بالفكر البيئي عند المفكرين العرب عند يا شباب نموزجين هناخدهم النهاردة في المنهج بتاعنا علي ابن ردوان وعبد الرحمن ابن خلدون دول المفكرين العرب اللي قالوا رأيهم في البيئة ولكن في النهاية هنعمل تعقيب ليه هنعمل تعقيب لان الاراء بتاعتهم لم تتناول مشكلات البيئة الحقيقية نشوف مع بعض علي ابن ردوان قال ايه علي ابن ردوان يا شباب ده فيلسوف وطبيب مصري فيلسوف وطبيب مصري وضح ان البيئة لها اثر او طبيعة المكان لها اثر على الصحة والمرض عند الانسان بمعنى ايه مستر؟ بمعنى ان المكان اللي انا عايش فيه او البيئة اللي انا عايش فيها ممكن تؤثر في نوعية الامراض اللي بتصيب الانسان طيب هو كده قدم دراسة فلسفية وايضا ممزوجة بجانب علمي لانه بيقدم لي اسباب ونتائج طيب ليه؟ لانه درس المناخ بتاع مصر او درس مناخ مصر وبين اثره على نوعية الامراض اللي ممكن تصيب الانسان طيب المناخ درس فيه في فصول السنة فصول الاربعة وقال لي ان في فصل معين ممكن يبقى سبب ان انت تتسبب لك او تحدث لك امراض معينة علشان كده هي دعوة برضو لينا عزاء الطلبة ان نكون حذرين يعني ندي امثلة امثلة من خارجي حدود المنهج ان في فصل الشتاء ايه الامراض اللي بتنتشر؟ امراض العدوى الفيروسية والانفلونزة فبالتالي ابقى انا حذر من هذه الامراض في تلك الفصول وفي فصول الصيف طبعا بتنتشر امراض اخرى والربيع والخريف وهكذا عشان كده ابن ردوان قدم دراسة بيئية ايكولوجية دراسة بيئية ايكولوجية تتسم بالمنهج العلمي في منهج علمي ليه بقى؟ لانه قدم فيها اسباب ونتائج طيب الاصابة بمرض كذا سبب ان انت عايش في بيئة كذا او لو انت عايش في بيئة معينة ممكن تتسبب في اصابتك بمرض معين طيب المنهج العلمي اللي اتبعه علي بن ردوان في دراسة البيئة خلى الكتاب بتاعه اللي هو اشهر كتاب اللي هو اسمه كتاب رسالة في الحيلة في دفع مدار الابدان ابعاد مدار الابدان عن اهل مصر خلى الكتاب ده رغم انه عد عليه قرون كتير الا انه يتشابه مع الكتب المعاصرة في فلسفة البيئة طيب في الاخر في النهاية خلص بيقول لي اكد ايضا على اثر البيئة على العادات والتقاليد اللي بتصيب المصريين طيب بنشوف على الشاشة مديني بعض الامثلة بيقول لي طبعا الامثلة يا شباب من خارج المنهج بيقول لي في فصل الشتاء تنتشر امراض الانفلوانزة والامراض الفيروسية طيب مثال اتنين الاشخاص الذين يسكنون بجوار المناطق الصناعية اللي بيبقى فيها تلوس وتصعد للادخنة الملوسة للبيئة يكونوا اكثر عرضة للاصابة بالامراض اللي بتصيب تحديدا الرئة وبكده يبقى انا هنا فكر ابن ردوان الفكرة الاصيلة شباب ابن ردوان انه عمل ربط ما بين البيئة ونوعية الامراض اللي ممكن تصيب السكان او تصيب الانسان بوجه عام انا انتقل للفكر البيئي الاخر عنده عبد الرحمن ابن خلدون اسهماته بتتضح زي ما ابن ردوان دخل للبيئة من مدخل الطب بصفة طبيب عبد الرحمن ابن خلدون مؤسس مؤسس علم الاجتماع او مؤسس علم العمران البشري فبالتالي هيخش للبيئة من دراسة علم اجتماع او دراسة اجتماعية دراسة اجتماعية وضح الفكر البيئي بتاعه في كتاب العبر وديوان المبتدأ الى اخر الاسم طيب ايه الافكار بتاع ابن خلدون نركز بقى ابن خلدون اتكلم عن اربع نقاط اساسية النقطة الاولى قبل ما يقول حاجة في البيئة ميز بين البيئات الصالحة للعمران والبيئات الغير صالحة بمعنى في اماكن اقدر عيش فيها وعمر المكان وفي اماكن ما اقدرش عيش فيها لا تصلح في الاساس للمعيشة طيب ادي اول نقطة طيب بعد كده كلم على الاقليم الجغرافية القليم الجغرافية المختلفة يعني المناخ برضو يبقى نربط نربط عزيز الطالب ابن ردوان اتكلم عن المناخ ابن خلدون اتكلم عن المناخ المناخ عند ابن ردوان بيؤثر على الصحة والمرض انما المناخ عند ابن خلدون يا ترى هيأثر على إيه يا مستر قال لي الأقليم الجغرافية هتؤثر على أحوال البشر وصنائعهم وملابسهم ومبانيهم وحتى الأقوات الطعام اللي بيأكلوا طيب يا ترى الإقليم الجغرافي بيأثر على طريقة في اللبس طبعا لو الإقليم حر هلبس ملابس خفيفة شوية طيب لو الإقليم بارد هلبس ملابس تقيلة أو حتى نحن كمصريين في فصل الشتاء بنلبس لبس تقيل شوية وفي فصل الصيف بنلبس ملابس خفيفة طيب ده الملابس طيب الإقليم الجغرافي يؤثر إزاي على المباني قال لي بنشوف في أوروبا بيبنوا في أغلب الأماكن عشان الجو البرد والأمطار المستمرة باستمرار بيبني البيت بتاعه طبيعي جدا ولكن بييجي في النهاية كده ممكن يعمل لي إيه حاجة على شكل مسلس حاجة على شكل مسلس طيب ليه على شكل مسلس لأن الأمطار بتصل لسيول فبالتالي المياه ما تركنش بقى فوق فتسبب مشاكل في المبنى أو في البيت فبتنزل بقى يبقى أثرت البيئة في المباني وأثرت في الملابس وأثرت في الأعمال الصناعع على حسب المكان يا شباب ممكن الإنسان يمتهن مهنة معينة يبقى ممكن يمتهن المهنة على حسب الإقليم أو البيئة اللي أنا عايش فيها وطبعا بتأثر في نوعية الإيه الأقوات أو الأطعمة على حسب البيئة هنشوف مع بعض على الشاشة بعض الأمثلة بنشوف مع بعض كده شباب بيقول لي الأول الأمثلة دي موجودة في كتاب المدرسة في الآخر خالص في آخر نقطة عند ابن خلدون اتحدث عن أثر الهواء في طبائع البشر أثر الهواء في طبائع البشر هو هنا مش قصده الهواء اللي بنستنشقه هو قصده برضو الأقليم الجغرافية طيب هو كان نقايل ابن خلدون إن الإقليم الحار بيكون أفضل والإقليم البارد بيبقى موزعك شوية الإقليم الحار يا شباب مش معناها إن الجو حار الإقليم الحار يعني الشمس موجودة باستمرار في أغلب أوقات السنة ففيه أمان شوية من الطبيعة بعكس الإقليم البارد بعكس الإقليم الإيه؟ البارد الإقليم الحار وصف ابن خلدون إدى نمازج عليه لأهل مصر والسودان شخصيتهم أو طبائعهم بتتسم بالفرح والسرور والإنبساط ولكن بيغفلوا عن العواقب يعني ما بيبقاش عامل حساب بكرة بيبقاش عامل حساب بكرة بعكس الإقليم البارد الإقليم البارد بيسبب حزن في الطبع طبعهم تتسم بالحزن الحزن هنا مش معناها البكاء ولا العويل معناها الجدية شوية والصرامة زي الأقليم الباردة طيب مديني أمثلة بقى من خارج الحدود بيقول لي تؤكد الدراسات العلمية صعوبة المعيشة في القطبين الشمالي والجنوب درجة الحرارة منخفضة جدا صعب طيب مثال آخر بيقول لي تشير الدراسات الجغرافية إن الدول الحبيثة بيعمل أغلب سكانها بالصناعة يبقى على حسب على حسب البيئة اللي بتتواجد فيها ساعتك بيتحدد نوعيتك في الشغل وبنشوف يا جماعة لو مثلا بيئة ساحلية ممكن الناس تشتغل بالتجارة أكتر أو تشتغل بالصيد وهكذا آخر نقطة قالها ابن خلدون إنه قال لي إن البيئة أيضا تؤثر في الشؤون السياسية للبشر أو للناس على حسب مساحة الدولة بيأتي نظام الحكم ممكن لو الدولة صغيرة ينسبها نظام حكمه معين وممكن لو المساحة زادت أكتر ممكن دي يختلف نظام الحكم وبكده بنبقى أنا هنا الفكر البيئة عند ابن خلدون نلخصه نميز بين البيئات الصالحة والبيئات غير الصالحة أكد على أثر البيئة على الملابس والمباني والأقوات والصناع وأكد على أثر البيئة في الشؤون السياسية للبشر وفي الآخر أكد على أثر الهواء وإدنا مزجين الأقاليم الحرة والأقاليم الباردة هنكمل مع بعض الحصة بتاعتنا بعد ما تناولنا أعزاء الطلبة بعد ما تناولنا الفكر البيئي عند ابن ردوان وابن خلدون بناتضح ونستكشف حاجة إنهم آه شرحوا ووصفوا واحد قدم دراسة علمية ابن ردوان واحد قدم دراسة اجتماعية أو وصفية ابن خلدون ولكن لم يتناولوا المشكلات الحقيقية للبيئة زي ما هو ظاهر على الشاشة في التعقيب على ابن ردوان وابن خلدون ليه لم يتناولوا؟ مشكلات الحقيقية للبيئة شباب لأن في التوقيت بتاعهم لم يكن هناك في الأساس مشكلات أمال اقتصر تعامل الإنسان مع البيئة في إيه في الفترة بتاعت ابن ردوان أو ابن خلدون قال لي محاولة الاستفادة من البيئة والسيطرة عليها واستخراج مواردها وبما هو ضروري لحياة وصناعة الحياة أو صناعة الإنسان طيب بكده انتهى الفكر البيئي عند العلماء العرب ابن ردوان مناخ وأمراض ابن خلدون قليم جغرافية وطباع أوسمات شخصية هننتقل حالا للفكر البيئي عند العلماء المعاصرين عندي نمازج كتير في الفكر البيئي يا شباب للعلماء المعاصرين هناخد النهاردة مجموعة من النمازج لهذا الفكر البيئي هناخد شخصيتين شخصيتين فكرتهم واحدة النموذج الأول زي ما احنا شايفين على الشاشة بيقول لي بيتر سينجر وتوم ريجان بيتر سينجر وتوم ريجان سينجر وريجان اللي اتنين فكرتهم واحدة هيحافظوا على البيئة من خلال الدفاع عن حقوق الحيوان ادفع عن حقوق إيه؟ الحيوان طيب الأول بيتر سينجر بيتر سينجر مفكر أمريكي حاب يدفع عن حقوق الحيوان فاتأثر بمذهب خارجي ولكن فكرته الأساسية يا شباب يا طرح هيطالب بالمساواة بين الإنسان وباقي الكائنات ولا هيخلي الإنسان راقي ويبيتميز عن باقي الكائنات لا طبعا يا مستر هيطالب بالمساواة وإلا الفكرة بتاعته تنهار فطالب بيتر سينجر بالمساواة بين الإنسان وبقي الكائنات الحية بما فيها الحيوان متأثراً بمذهب اسمه المذهب النفعي المذهب النفعي المذهب النفعي كنا خدنا فكرته في سنة تانية مذهب النفعي المؤسس بتاعه بنتام أو جون ستيورد ميل طيب إيه فكرة المذهب النفعي فكرة المذهب النفعي إن أنا أعظم قدر من السعادة لأكبر قدر من الناس طيب خدها سينجر علشان ينفذها ولكن على حيوان إن إحنا نحقق المنفعة للجميع بما فيها جميع الكائنات الحية طيب إنت عايز مننا إيه سينجر تعامل مع الحيوان إزاي أو نحقق منفعة الحيوان إزاي بيقولي بما إن إنت يا إنسان بتحقق منفعتك من الحيوان في إيه يا مستر نحقق منفعتنا في حاجات كتير ولكن سينجر ركز في الحتة بتاعة إجراء التجارب إنسان يا شباب بيكتشف العلاج والأدوية لما بيعمل تجارب على الحيوان طيب بيتر سينجر عايز إيه مننا نتعامل بيه مع الحيوان إيه الأول أقنعنا بإن الحيوان مثله ومثل الإنسان كائن حي يشعر يشعر باللزة ويشعر بالقلم زي الإنسان بالزبط يشعر بالسعادة ويشعر بالشقاء طب بما إنه مثل الإنسان في الحتة بتاعة الإحساس يبقى ضروري زي ما أنا بنتفع منه في إجراء التجارب في المعامل ضروري إن أنا حاول أحقق المنفعة بتاعته وفي إيه بقى؟ تقليل المعاناة تقليل معاناة الحيوانات في المعامل يعني أقلل معاناة الحيوان في المعمل إزاي مستر؟ قال لي ما تعملش تجارب قسية طيب لو هتعمل تجارب ممكن تجزأها مش لازم أن تعملها على دفعة واحدة لإنه ما تنساش إن الحيوان مثله ومثله الإنسان يشعر باللزة ويشعر بالقلم يبقى سينجر عايزنا نقلل معاناة الحيوان داخل المعامل طيب أقلل معاناة الحيوان داخل المعمل وبعد كده أقهر وظلم الحيوان قال لي لا نهى سنجر فكرته بإيه يا شباب قال لي رفض كل أشكال العنف التي نمارسها ضد الحيوان سواء في التعامل معاه أو حتى في تربيته ونشوف بعض الأمثلة الخارجية مثال خارجي زي ما هو ظهر على الشاشة بيقول في القرن 19 تأسست جمعية تحمي حقوق الحيوان من التشريح أو من إجراء التجارب الأمثلة يا شباب اللي احنا بنحددها بتبقى من خارج حدود الكتاب المدرسي عشان لو قال لي دلل بمثال من عندك الأمثلة اللي معروضة في الحلقة دي ممكن تستعين بيها طيب هنروح للشخصية التانية اللي متفق معه ما ننساش بيتر سينجر وتوم ريجان اللي اتنين فكرتهم واحدة الدفاع عن حقوق الحيوان أو اقرار حقوق الحيوان توم ريجان شارك بيتر سينجر في دعوته لأنه هيدفع عن حقوق الحيوان اعتمد على إيه بيتر سينجر قلنا توم ريجان دخل من سكة المشاعر لزة والقلم طيب ده بيتر سينجر توم ريجان بقى يخش من مبدأ وممكن يقول لي قاعدة أو مسلمة كل الألفاظ دي ما تنسهاش اعتمد توم ريجان على مبدأ أو قاعدة أو مسلمة أصبح الجميع يؤمن بها ايه هي بقى أنا كإنسان الحسبة بقى شغل تماثل شوية وشغل مساواة الإنسان يا جماعة لو حد عرضوا للإزاء ده بيبقى فيه انتهاك للكرام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإنسان طيب راح جايبها بالمثل بقى توم ريجان قال لي بما إن الإنسان بيزعل لما حد بيأذيه يبقى احنا ضروري بالمثل إن الحيوان مثله مثل الإنسان ضروري إن احنا ما نأذيش الحيوان بمعنى إذا كان من حق الإنسان البشري عدم الإزاء فأيضا من حق الحيوان اللي هو الكائن غير البشري أيضا عدم الإزاء وهنا بناخد بالنا مش لازم يجيب لي في صيغة السؤال يا شباب كلمة الحيوان أو غيره ممكن يجيب لي كائنات غير بشرية بتبقى عائدة على الحيوان الحيوان يبقى النهاردة خدنا نموذجين من الفكر البيئي المعاصر بيتر سينجر وتوم ريجان والأفكار بتاعتهم متشابهة أساس عندهم الدفاع عن حقوق الحيوان طيب أقروا واعتمدوا على المذهب النفعي قالوا إن الإنسان أو الحيوان يشبه الإنسان في اللزة والألم فنقلل من المعاناة بتاعته وبما إن أنت إنسان ما بتحبش إن حد يأذيك فمن حق الحيوان هو أيضا عدم الإزاء بنروح للشاشة نشوف المثال الخارجي زي ما هو مكتوب بيقولي في القرن التسعة عشر أصدر مجلس العموم التشريعي الأمريكي قانون مكافحة الوحشية ضد الحيوان بقت قوانين هنا بقى إيه في التشريع تحمي حقوق الحيوان وبكده يبقى أنا هنا حسيتنا النهاردة نروح مع بعض نشوف بعض التطبيقات السؤال الأول بيقولي العدالة تتطلب أن نغضع العدالة تتطلب أن نغضع أعمالنا لقاعدة المسير أو النص ناخد بالنا منه كويس العدالة تتطلب أن نغضع أو تغضع أعمالنا لقاعدة وأن تكون تلك القاعدة هي نفسها من يوضعون بنفس الموقف فالكائنات الحية متساوون لهم قيمة وكرامة وعدم المساس بحقوقهم بنفس قيمة البشر مفيش في السؤال خالص كلمة حيوان ولكن في إشارة لأن بيقولي قاعدة يعني إيه سامع حد من الطلبة المميزين بيقولي يعني مسلم يا مستر وعمال يتكلم في مساواة وتماسل يبقى أنا رايح هنا للفكر بتاع توم ريجان برافو عليك يبقى الإجابة ليست ليوبولد ولا ابن خلدون ولا دانييل كالهان لسه ما أشرناش إليه الإجابة الصحيحة توم ريجان شوف سؤال آخر بيقولي توجد بعض الاعتلالات الجسمية التي تصيب بعض الناس كالسرطان أو الاضطرابات العصبية وإشاء الله الأطفال عمال يعدلي في أمراض سامع طالب شاطر برضو بيقولي كده أنا رايح في اتجاه ابن ردوان بس نكمل للآخر وذلك بسبب الطبيعة المكانية يعبر ذلك عن الفكر البيئي عنده ابن ردوان ابن خلدون بيتر سينجر لأوتسي طبعا ابن ردوان شوف سؤال من بعد كده أصدر مجلس العموم البريطاني عام 1922 قانونا يعاقب كل إنسان يسيق معاملة الخيول بالحبس ستة أشهر أو غرامة قدرها خمسة جنيهات استرليني طبعا برضو مفيش كلمة حيوان صريحة يا شباب ولكن بيقولي يسيق معاملة الخيول يبقى أنا رايح في اتجاهين يا إما بيتر سينجر يا إما توم ريجان لأن الاتنين أفكارهم واحدة يبرهن القول السابق على رأي ابن خلدون طبعا بيتر سينجر ولكن لازم أن أكمل باقي الاختيارات قال دوليوبولد ابن ردوان طبعا الاختيار بيتر سينجر آخر سؤال معنا النهاردة بفكرة جديدة وناخد بالنا بيقولي إذا أردت أن تعرف الإنسان فانظر من يصاحبه فالطباع يسرق بعضها من بعض أو يسرق بعضها من بعض نحن نأخذ من طباع بعضنا دون أن نشعر يعني إيه الكلام ده بيقولي لو أنت عايز تعرف إنسان شوفه بيصاحب ميم لأنك لو عارف طبع صاحبه يبقى أنت كده ممكن تعرف طبعه الفيلسوف أو المفكر اللي تكلم عن الطباع ها هو طبعا شباب ابن خلدون فأنا هنا عارف أن ابن خلدون هو سهل علي بقى في مطلوب السؤال بيقولي العبارة السابقة تشير إلى رأي ابن خلدون من حيثه هنا بقى بيبدأ يا جماعة يجيب الخصائص الأساسية أثر البيئة في نوعية الأمراض أنا عارف هو بيقولي ابن خلدون فأشوف الفكرة اللي تتماشى مع ابن خلدون فبترجم أثر البيئة على نوعية الأمراض طبعا الكلام على ابن ردوان مش دي الإجابة اللي أنا عايزة تبسيمات البشر انعكاس للبيئة المحيطة طبعا الكلام يتماشى مع ابن خلدون نأكد كلامنا ونشبق الإختيارات احترام حقوق الكائنات غير البشرية اللي قد أصدع على توام ريجن أو بيتر سينجر أثر الأقاليم الجغرافية على الصناع دي أيضا يا شباب ابن خلدون يبقى أنا هركز في الاختيار رقم اتنين ورقم اربعة اللي اتنين بيشيري لابن خلدون ولكن مطلوب السؤال نفسه أو المثير نفسه عفوا المثير نفسه هل بيكلمني عن المهن أو الصناع أو غيره طبعا لا يبقى الإجابة الأدق هنا ان سمات البشر انعكاس للبيئة المحيطة وبكده نكون انتهينا من الجزء الخاص بحلقة النهاردة وهنروح حالا نشوف ملخص مختصر لكل اللي أخدناه في هذه الحلقة على اللايت بورد أنا أستعرض ملخص سريع لكل اللي أخدناه في الحلقة خدنا الفكر البيئي عند العلماء العرب مدينينا مزاجين عبد الرحمن ابن خلدون وعلي ابن ردوان علي ابن ردوان وعبد الرحمن ابن خلدون اللي اتنين يا جماعة أكدوا ان البيئة لها أثر سواء كان من ناحية المناخ أو من ناحية الأقاليم الجغرافية يبقى اللي اتنين هم كلموني على ايه ها أثر البيئة أثر البيئة عبد الرحمن ابن خلدون أكد على أثر البيئة في أشياء وابن ردوان أكد عليها في أشياء أخرى ابن ردوان قال لي البيئة بتؤثر على الصحة والمرض أو نوعية ايه يا جماعة الأمراض وما ننساش إنه أقدم دراسة أيكولوجية فيها أسباب وفيها نتائج أسباب زائد نتيجة ده خلى الدراسة بتاعته دراسة علمية ده خلى الدراسة بتاعته دراسة ايه؟ علمية أما لو رحنا لعبد الرحمن ابن خلدون فأكد برضو على أثر البيئة على إيه بقى يا جماعة على البشر وفي نفس الوقت طبائعهم يبقى تكلم على أثر البيئة على الطباة تكلم على أثر البيئة في الصناعع يعني إيه صناعع؟ يعني أعمال تكلم على أثر البيئة في المباني وتكلم أيضا على أثر البيئة في الأقوات وربط برضو ما بين البيئة أو أثر البيئة في الشؤون السياسية في الشؤون ايه يا جماعة السياسية للانسان يعني على حسب نظام الدولة وفي النهاية خالص اكد على اثر الايه اثر الهواء في اخلاق البشر وقال لي هم اقليمين اقليم الحر بيتسم بصفات فرح وسرور وانبساط اقليم البارد يتسم بالحزن والجدية والحرص من العواقب طب وايضا خدنا اتنين من العلماء المعاصريين فكر البيئي عنده او بيتر سينجر والنموذج الاخر المشابه ليه توم ريجان اللي اتنين ما ننساش ان فكرتهم شيء واحد يا شباب ايه هي يا جماعة قلنا بيتر سينجر وتوم ريجان اللي اتنين ندعوا الفكرة واحدة وهي الدفاع عن حقوق الحيوان حقوق الحيوان طبعا اللي اتنين تأثروا بالمذهب النفعي بس هنا سينجر قال لي المذهب هو النفع وقال لي الحيوان مثل الانسان فيه الشعور باللزة وايضا الالم طب عايز ايه مننا سينجر زي ما قلنا تقليل المعاناة تقليل ايه المعاناة بتاعت الحيوان طبعا فين في المعامل اثناء اجراء التجربة اما توم ريجان اعتمد على مسلمة وما ننساش هيقول لي مسلمة او يقول لي قاعدة او ممكن يقول لي مبدأ كل الكلام ده متشابه ايه هو المبدأ هنختصر ونقول عدم الاذاء زي ما انت انسان بتزعل لما حد يأذيك يبقى من حق الكائن غير البشري ايضا عدم الاذاء وبكده بكده نكون انتهينا من ملخص بتاع حلقتنا النهاردة الحلقة التالتة في مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي بعنوان الفلسفة وقضايا البيئة وبعد ما شفنا الملخص بتحلقة النهاردة بنصل الى ختام هذه الحلقة مع خالص وارق امنياتي لكم اعزائي الطلبة بالنجاح والتفوج وتحقيق تموحاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تالتة سنوية هانت خلاص انا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تالتة سنوية تالتة سنوية